السلام عليكم إن شاء الله هنكمل حل كتاب الدليل وبالنسبة للطلبة اللي مش لقى الكتاب ده في المكتبات يتواصلوا على التليجرام على 01227533781 ومفكركم إن فيه امتحان إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي يوم 9-2 فيه امتحان على الفاصل الأول والتاني والتالت اللي عايز يشترك في الامتحان ده برضو يتواصل على التليجرام على نفس الرقم هنشوف أسئلة المحول الكهربي والمحرك الكهربي تعالوا كده أول سؤال بيقولك محول كهربي خافض للجهد كفاءته 100% عايزين نستخدمه لتشغيل مصباح كهربي قدرته 24 وار إن شاء الله هحاول إن أنا أعملكم ملخص للمحول والمحرك هيبقى إن شاء الله في القائمة القائمة الخاصة بكتاب الدليل قبل الفيديو ده بإذن الله طيب تعالوا كده بنقول تشغيل مصباح المصباح ده هو الجهاز والجهاز بتوصل بالملف الثانوي وبالتالي الباور ده هيبقى باور اس اللي هو 24 وينفع برضو يبقى باور للملف الابتدائي لإن المحول مثالي كفاءته 100% ويعمل على عيدة على المصباح بيعمل على فرق جهد وبالتالي المصباح ده الجهاز فيبقى ده الفي اس 12 فون وعشان تتأكد هتلاقي باقية الجملة باستخدام منبع قهربي قوته الدفعة ده المصدر ده المنبع يبقى ده الفي بي يبقى الفي بي هتساوي 240 ونكتب قدام البار بي 24 برضو لإن البار بي هي البارس فإذا كان عدد لفات الملف الثانوي عدد لفات الملف الثانوي بساوي 480 لفة 480 لفة فإن شدة الطيار المار في الملف الثانوي كان هو أكتر من سؤال بس تعال اول نجيب الاي اس الاي اس اده معاك البار والبار اس والفي اس خاص هتقول ان البار اس بساوي في اس فاي اس وانت عايز طيار الملف الثانوي يبقى الاي اس هيساوي البار اللي هو 24 على الفي اس اللي هي 12 يطلع 2 أمبير وبالتالي الاجابة هتبقى رقم به طيب عايزين في السؤال السابق شدد الطيار الملف الابتدائي طيب ما أنا عندي البار بي وعندي الفي بي اللي عملته هنا هعمله برضو عند الملف الابتدائي يعني هقول الاي بي عبارة عن البار بي اللي هي 24 على الفي بي اللي هي 240 هيطلع الناتج 1 من 10 أمبير يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم جي طيب في السؤال الأسبق يكون عدد لفات الملف الابتدائي عايز عدد لفات الملف الابتدائي يبقى احنا هنعمل نسب الفي مع الان طارق في اس على الفي بي بيساوي ان اس على الان بي الفي اس عندك بكام؟ ب12 والفي بي 240 والان اس عدد لفات الملف الثانوي 480 وعدد لفات الملف الابتدائي مطلوبة عشان نخلي الان بي في طرف يبقى الان بي هتساوي الطرف المتصل 240 في 480 على ال 12 هيطلع 9600 يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ده السؤال بعده محول كهرابي فرق الجهد بين طرفي ملفه الابتدائي يبقى ده الفي بي بي ب220 فرق الجهد بين طرفي الملف الثانوي بده الفي اس 110 كانت شدة الطيار في الملف الابتدائي الاي بي بنص وكفاءة المحول الاي تا ب95 على 100 بعيش شدة الطيار في الملف السانوي هنستخدم قانون الكفاءة اللي هو باور اس على باور بي في 100 باور اس بكامل باور اس ممكن نفكها لفي اس اي اس وباور بي ممكن نفكها لفي بي اي بي في 100 تمام ما نيجي نعوض عن الاي تا هنعوض ب95 على 100 وقدم كتبنا المية هنا مش هنرجع تاني نكتبها هنا هتساوي الفي اس اللي هي 110 في الاس مطلوبة على الفي بي الفي بي 220 في الاي بي اللي هي بنص عايزين الاي اس في طرف يبقى الاي اس هتساوي الطرف المتصل 95 في 220 في نص على الطرف اللي فيه مجهول 100 في 110 حيطلع الناتج 95 من 100 يعني الاختيار الصحيح حيكون رقم به تعالوا نشوف السؤال اللي بعده يقولك لوضح الشكل محولين مثالين متصلين معا باسلاك مهمات المقاومة مستخدم البيانات الموضحة فعشية طيار المصدر المتردد اي بي واحد تمام هذا المحول الاول وهذه المحول التاني فهو عايز طيار الاي بي واحد عايز الطيار اللي هنا الاي بي واحد على اساس ده الملف الابتداء الواحد الاول وده الملف الابتدائي التاني ده الملف الثانوي الاول وده الملف الثانوي التاني بالنسبة لكل محول لو نعتبر ده المحول الاول ده المحول التاني تمام طيب انا هتعامل ازاي تعامل نشوف نجيبي البي الاي دي ازاي اه؟ ده محول مسادي فممكن اقول ان البي اس على البي بي بتساوي الطيار بالعكس اي بي على الاي اس البي اس عندي قدامي بمية والبي بالنسبة لمحول الاول بميتين تمام وإحنا عايزين نجيب الإي بي سهلة جدا لو أنا ما عارفة إي إس مشكلة اللي قدامي هي في الإي إس طيب إحنا بنقول إن الري إس دي بتتنقل في الأسلاك الأسلاك دي للنقل أنقل فيها الري إس دي طب هنا يبقى دي بي 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 بكام بمية والطيار اللي هنا هو الطيار ده فأنا لو جبت الطيار اللي في الملف الابتدائي هلقيه نكمل في الأسلاك دي اللي هو طيار الملف الثانوي المحول الأول وطيبقى مشكلة تتحلق طيب أتعامل إزاي أروح بقى المحول الثاني يمكن ألاقي عنده المطلوب فأنا هنا عايز أجيب طيار الملف الثانوي لإن عندي مقومته وعندي فرق الجهد الـ V السهي والـ R السهي فلو أسمت الـ V على الـ R هتطلع علي طيار الملف الثانوي 50 على 50 بواحد أمبير ده مين؟ ده طيار الملف الثانوي اللي في المحول الثاني تمام هرجع أستخدم نفس العلاقة دي بس هتطبقها على المحول ده هقول V S على V B بالساوي I العكس IB على الـ I S الـ V S هنا بـ 50 50 فولت أهي والـ V B في المحول ده احنا اتفقنا إنها 100 الـ I B الـ I B اللي هنا عايزين نعرفها أما الـ I S حسبناها طلعت بواحد يبقى الـ I B هتساوي الطرف المتصل على الطرف الفي مجهول 50 في 1 بـ 50 على 100 بنص أمبير يبقى الطيار هنا قمته نص أمبير نص أمبير تمام النص أمبير ده هو اللي ماشي في الأسلاج دي في الأسلاج دي والأسلاج دي يبقى ما فيش طبعا اتجاه ده طيار متردد يبقى هنا فيه نص أمبير تمام طيب ممكن بقى أجي هنا مكان الـ I S وأكتب نص أكتب هنا نص وأقدر أحسب بقى الـ I B اللي احنا عايزينها I B 1 يبقى الـ I B هتساوي 100 في نص على 200 حيطلع معاك الناتج دي 25 من 100 فيبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم جيد تعالوا نشوف السؤال بعده جرس كهرابي قدرته 1 وقت طبعا الجرس ده الجهاز اللي بيتوصل بالملف الثانوي فكده معاك الباور S بواحد وقت عند مرور طيار كهرابي شدته نص أمبير خلاله خلال الجرس يعني ده الـ I S بنص أمبير اتصل بمحول كهرابي كفاءته الإيتا بـ 95 على 100 عدد لفات الملف الثانوي خلي بالك من الجملة دي عدد لفات الملف الثانوي 1 على 100 من عدد لفات الملف الابتدائي 1 على 100 NB تمام؟ طيب فعايز فرق جهد المصدر المتصف بالملف الابتدائي عايز الـ VB هنستخدم قانون الكفاءة اللي فيه الإنات اللي هو بيقولك إيه بقى V S NB على V B N S في 100 والعود هي الكفاءة بتساوي كم؟ 95 على 100 وقدم كتبت المية هنا ما ترجعش تكتبها تاني دي دي خاص مش تكتب تاني الـ V S بقى هنجيبها إزاي؟ عندك الباور S والـ I S الباور S بتساوي I S في V S يعني الـ V S هتساوي الباور اللي هي واحد على نص باتنين يبقى الـ V S هنا باتنين تمام؟ والـ V B مطلوبة طيب الـ NB على الـ N S أهي NB على الـ N S ما ترجعش فاضي واحد على واحد على مية يعني بمية تمام يبقى أنت عايزة تجيب الـ V B هتقول الـ V B في طرف الطرف المتصل على الطرف اللي فيه مجهول يعني مية فيه اتنين فيه مية على خمسة وتسعين هتطلع معاك ميتين وعشرة وتلاتة وخمسين من مية فولت يعني لاختيار الصحيح هيكون رقم ده السؤال اللي بعد هو محاول يستخدم لرفع الجهد الكهرابي من الى تمام؟ يبقى ده من؟ يبقى ده الـ V B عبارة عن مية وعشرين وهادي الـ V S إلى تلات تلاف هدي كده رفع الجهد ولا لا الجهد العلي عند السانوي بقى تلات تلاف شدت الطيار المارف الملف الابتدائي يبقى الـ I B بتساوي اتنين والطيار المارف الملف السانوي يبقى الـ I S بتساوي ستة من مية فعايز الكفاءة هنكتب قانون الكفاءة اللي فيه الآيات يعني هقول V S I S على V B I B وهندرب في مية عشان هنا مش هندرد نكتب حاجة تمام؟ نعود بقى يبقى الكفاءة هتساوي تعويض مباشر نشيل V S ونكتب تلات تلاف ونشيل الـ I S ونكتب ستة من مية والـ V B مية وعشرين والـ I B اتنين في مية يطلع الناتج خمسة وسبعين في المية خمسة وسبعين في المية بل اختيار به السؤال بعد ومحاول الكهرابي خافض الجهد جفاقته مية في المية عاد لفات الملف السانوي بل N S بستمية واستخدمها لتشغيل جهاز الجهاز ده بيتوصل بالملف السانوي قدرته يبدال باور S بتمانية واربعين وفرق جهده الجهاز يبقى يدون V S بالساوي 24 تمان وذلك باستخدام مصدر قهرابي قوته الدفعة المنبع هيبقى ده V B يبقى انت عندك V B بتساوي 200 فولت عايز عاد لفات الملف الابتدائي طيب هو المحاولة لما يكون مثالي بيبقى باور S هي باور B بس أنا مش هحتاجها بحاجة أنا هقول V S على V B بتساوي N S على N B هي V S ب24 و V B عندك ب200 و N S عدد لفات ب600 وهو طالب N B N B في طرف هتساوي 200 في 600 على 24 هيطلع الناتج 5000 لفة يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ده السؤال بعده محاول مثالي محاول مثالي رافع للجهد النسبة بين عاد لفات ملفين يبقى ده مرافع الجهد يبقى V S أكبر من V B وال N S كمان أكبر من N B يعني N S على N B N S هي الثلاثة وال N B هي الاثنين وصلها ملفه للثانوي بجهاز يعمل على الجهاز بتوصل بالملف الثانوي فده كده الجهد الثانوي V S ب300 فلت تمام فإن الاختيار المعبر عن V B والباور S على الباور B بيسوئي أولا باور S على باور B واحد لواحد عشان ده بحول مثالي فالقدرة تبقى نسبتها واحد لواحد يعني الاختيار يجي ميدان طيب هنقول V S على V B بتساوي N S على N B V S ب300 وال V B مطلوبة وال N S على N B ب3 على 2 عايزين V B في طرف هنقول 300 في 2 على 3 تطلع 200 فلت ندور في الاختيارات هنلاقي الاختيار الصحيح هيبقى جيد شوالي بعده الشكل المقابل يمثل محاول مثالي خافض للجهد فإن القدرة المستنفذة في المصباح طيب هنا V B V B مين هو أنت هتحل السؤال ده ولا إيه الابتدائي متوصل ببطارية والجهاز المحاول لا يعمل مع البطاريات لأن ما بيشتغلش فبالتالي ما فيش قدرة هتستنفذ هيبقى سفر يبقى الإجابة على طول تكون بيه من غير ما تجهد نفسك في الأرقام السؤال بعضه الشكل المقابل يمثل محاول خافض للجهد مثالي فإذا كانت النسبة بين عاد لفات ملفي 1 ل5 طيب أدام محاول ده خافض للجهد يبقى N S هي الصغيرة والN B هي كبيرة يعني N S هي الواحد والN B هي الخمسة فعايز القدرة المستنفذة في المصباح أدام ده مثالي يبقى الباور S هي الباور B والباور B هنجيبها من الدينامول قدامك دوا قد رسمته بس انت هتضرب مين في مين الباور بيتعامل مع I في V بس مش الماكس I في V عشان كده هنقول المية دي ماكس هنقسمها على جزر 2 يبقى أنا كده جبت مين جبت V F وهضرب في الاثنين بس على جزر اثنين وبنا كده جبت I F G وفي ناس بتقولك بقى نص الماكس في الماكس يعني لو ضربت جزر اثنين في جزر اثنين هيبقى اثنين في المقام يعني نص وكأنك بتضرب نص في القيمة العظمى للطيار والقيمة العظمى للفرق الجهد طبعا المية هي طرفي الملف الثانوي هنقول VS على VS VS بالساوي NS على NB طيب الNS على NB بواحد على خمسة الVS مطلوبة الVB هتعامل مع الVB اللي هي قدامك مية ولا الافكت الافكت يبقى مية على جزر اثنين تمام عايزين VS في طرف يبقى VS بتساوي الطرف المتصل مية على الطرف اللي فيه المجهول خمسة جزر اثنين هنختصر هتطلع عشرين على جزر اثنين يبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم به طيب عايز شد الطيار المار في الملف السنوي هنقول شدت معاك NS على NB بتساوي العكس IB على IS NS على NB بواحد على الخمسة والIB هاخد برضو الافكت هقول اثنين على جزر اثنين في IS ده المجهول يبقى IS هتساوي عبارة عن طرف المتصد من في خمسة بعشرة على الواحد في جزر اثنين يبقى خمسة على جزر اثنين ده عبارة عن خمسة جزر اثنين يعني اختار الصحيح هيكون رقم به السؤال بعده يوضح الشكل محولا كهربيا خافدا للجهد تمانين في المية لكفاءة يبقى اليت بتمانين على المية والنسبة بنعاد لفات وخلي بالك ده خافض يعني NS هي الصغيرة والNB هي كبيرة NS هي الثلاثة والNB هي الخمسة فإن قيمة كل من فرق الجهد الناتج عند الملف السنوي عايز VS مطلوبة وشدة طيار المار بالملف الابتدائي برضو مطلوب طيب عن الرسمة في بيانات أيوة الVB بـ 220 والIS على الرسمة بعشر طيب ما تيجي نشغل قانون الكفاءة اللي هو مع الانات يعني هقول VS NB على الVB NS في 100 تمام هعوض عن الكفاءة بـ 80 على 100 وهعوض عن الVS عندي الVS مطلوبة والNB على NS الNB هنقلب النسبة خمسة على ثلاثة ماشي والVB احنا قلنا عن الرسمة بـ 220 يبقى الVS في طرف هتساوي الطرف المتصل 80 في 220 في 3 على 100 في 5 هتطلع 105 و 6 من عشر طيب المطلوب بعد كده الIB اي رأيك ان NS على NB بالساوي I العكس IB على IS طيب الNS على NB 3 على 5 والIB مطلوبة والIS على الرسمة بعشر يبقى الIB هتساوي الطرف المنتصل ثلاثة 30 على الخمسة فيها 6 أمبير يبقى هتدور على الرقمين دول 105 6 10 و 6 أمبير فتبقى الإجابة الصحيحة على الرقم B السؤال بعده القدرة المتولدة من محطة كوة كهربية يبقى في محطة باور محطة قدرتها 100 كيلو يعني 100 قدامها 3 صور ماشي 100 ألف بفرق جهد فرق جهد المحطة بمحطة 200 فلط طبعا فرق جهد صغير عين طرف المحطة ويوجد محول كهربي مثال عند المحطة عارف نوعه عارف المحول اللي بيستخدم عند محطة توليد الكهرباء لازم تعرف نوع ان هو رافع الجهد لان لازم القدرة دي في الاسلاك تحت جهد عالي عند المحطة النسبة بين عدد لفات ملف وقدام عرفت ان محول رافع الجهد يبقى الان اس على الان بي ان اس هي كبيرة خمسة والان بي هي الصغيرة واحد فان كفاءة النقلة اذا استخدم النقل هذه القدرة اسلاك مقومتها اربعة او تمام هنقول اول حاجة انت هترفع جهد المحطة لكام هنحسب هدل وقت في اس على في بي هتساوي ان اس على الان بي انت عايز تعرف الفي اس اللي هتخرج من المحول اللي هتبقى لدي ايه طي الفي بي اللي هالجهد ده اللي هو ماتين انت هتغزي المحول ده بماتين هي والان اس على الان بي اهي خمسة لواحد هتلاقي الفي اس هتبقى متين في خمسة هتبقى الف فولت يبقى انت عندك كده فرق الجهد هيبقى الف فولت انت رفعته من متين لالف فتيجي بقى تجيب لي طيار المحطة اي محطة هتساوي بور محطة اللي هي مية الف على الفي محطة اللي هي الف هيطلع عندك مية امبير يبقى انا كده جيبت طيار المحطة تعال باور المستهلك في الاسلاك باور اسلاك هيبقى اي تربيع فقار اي مية هتربحها وتضربها في المقومة اللي هي اربعة اوم زي ما قال اربعة اوم هتبقى عبارة عن اربعة فعشرة اصربعة طيب هنشوف بقى الباور الواصل الباور الواصل هنعرف ازاي باور محطة كان كان مية الف وضع منك مفقود في الطريق في الاسلاك كان اربعة فعشرة اصربعة عارف اللي هيوصل هيبقى كان ستين الف طيب عايز تعرف الكفاءة هتقسم الواصل اللي هو ستين الف على الاصلي اللي هو مية الف في مية هيطلع الناتج ستين في المية يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم دي السؤال بعد وعند فتح المفتاح كيف فان اضاءة المصباح لو فتحت دائرة الملف الثانوي مش هينور المصباح او يكون تقريبا مش هينور ليه لان هتولد في الملف الابتدائي ام ايف المستحسة عكسية تكاد تساوي الفي باتري فتمنع مرورها يبقى لو فتح دائرة الملف الثانوي لا تستهلك طاقة في دائرة الملف الابتدائي فاحنا نقول تكاد تنعدم لان الام ايف هنا مش بتساوي الفي مصدر بالزبط طبعا ما فيش بطارية ولا حاجة بس اقول ان الام ايف هنا تكاد تساوي الفي مصدر بلاش اقول بي مصدر وبالتالي تكاد تنعدم السؤال اللي بعده جهاز قدرته خمس تلاف وتمنمية واحد ماشي ده الجهاز القدرة ليه خمس تلاف وتمنمية تمام في الشكل مقابل محاول رافع كفاة وستين في المية قدرة الملف السنوي عند بداية الخط طيب تعال ركز كده في الملف السنوي هتلاقي دائرة الملف السنوي فيها الجهاز وفيها اسلاك ليها مقاومة اذا هنا كمان في قدرة هتفقد في قدرة مستهلكة في مقاومة الاسلاك طيب يبا انت عايز قدرة الملف السنوي هنقول باور اس عبارة عن باور اسلاك زائد باور الجهاز يبا احنا كنا متعودين ان طبق الاسلاك اللي في دائرة الملف السنوي مهملة المقاومة وان قدرة الجهاز هي قدرة الملف السنوي المرة دي جاب لك اسلاك لها مقاومة فبالتالي عشان تجيب باور اس هتقول باور اسلاك اي تربيع في ار ادي اي عشرة رباحها تبقى مية في ار اللي هي اتنين يبا دي كده عندك ميتين زائد القدرة اللي موجودة في الجهاز اللي هي خمس تلاف وثمنمية حبا ناتج ست تلاف يبا انت عندك هنا القدرة المستهلكة ست تلاف يبا الاجابة با طيب جهد الملف السنوي عشان نجيب الفي اس اقسم الباور اللي انت جبتها ست تلاف على الاس اللي هي عشرة تطلع ستم ميت فبالتالي الاجابة جي طب شد الطيار الملف الابتدائي تمام هنقول هنا ان الكفاءة الكفاءة عبارة عن في اس اس على في بي اي بي الكفاءة بكام انت قلت لي ستين في المية على المية طيب مش دي عبارة عن باور اس بي اس اي اس اللي هي باور اس اللي احنا جبناها في اول حاجة ستة الاف على بعضها بقى طيب والفي بي عندك الرسمة بميتين والآي بي مجهولة نجيب الآي بي ازاي نقول الآي بي بالساوي مية في ستة الاف على ستين في متين تطلع معاك قيمة الآي بي بخمسين امبار طيب ازا كان عدد لفات الملف السانوي عدد لفات الملف السانوي 1200 يبقى عدد لفات الملف الابتدائي كام فيه قانون بنستخدمه سواء مسالي او غير مسالي اللي هي ان اس على الان بي بتساوي العكس اي بي على الان اس قانون hanستخدمه سواء كان مسالي او غير مسالي طيب الان اس ب fail الان بيه مطلوبة الاي بي لسه جاي بينها بخمسين والاي اس بعمش الان بيه هتساوي الفمتين في عشرة على خمسين حتط 재미ع الان بي 240 فتيبة الإجابة جيل السؤال اللي بعد أخهو المثالي هو خافض للجهد يعني ايه خافض يعني الان اس هي الصغيرة والان بي كبيرة يبقى الانicate عن عنص Director 날 seems like a star حماexك اي الصغيرة الواحد ده خافض للجهد يعتصد بمصباح المصباح ده جهاز بتوصل بالسانوي يبقى دلوقتي ده ال V S ال V S ب 60 ودون ال I S ب 20 فإن الاختيار المعبر عن طيار الملف الابتدائي وجهد الملف الابتدائي ماشي الطيار ممكن نقول N B على ال N S بتساوي الطيار بالعكس يبقى I S على I B N B على N S ب 41 وال I S على I B ال I S ب 20 وال I B مجهولة يبقى ال I B بالساوي 20 على 4 فيها الخمسة أمبير طيب عايز ال V B جهد الملف الابتدائي هنقول V S على V B بالساوي N S على N B ال V S ب 60 ال V B مجهولة N S على N B عكس النسبة دي تبقى 1 على 4 يبقى ال V B بالساوي 4x6 و 244 دي ساوي 240 هضوع الاختيار ده 5 و 240 هلاقيها الإجابة رقم به السؤال اللي بعده استخدمها محاول كهرابي مثالي لإضاءة مصباح مكتوب عليه المصباح يتوصل بالجهاز والجهاز هيبقى ده الباور S عبارة عن 40 ودي ال V S عبارة عن 120 فإضاءة المصباح بيكمل قدرته فإذا كان الملف الابتدائي يتصل بمصدر الجهد بدا V B 180 أدام ده محاول مثالي محاول كهرابي مثالي فإحنا ممكن نستخدم من النسب عالي عايز I S على I B ممكن نقول إن V هو عايز I S خلاص نكتبها الأول I S على I B هتبقى V بالعكس يبقى V B على ال V S ال I S على ال I B نعوض ال V B ب180 وال V S ب120 هتطلع بتلاتة على اثنين طيب المطوب تاني N S على N B طيب ما N S على N B هتبقى عكس النسبة دي لأن N S على N B بالساوة التغيير بالعكس يبقى I B على I S I B على I S عكس النسبة يعني 2 على 3 يبقى 1 3 على 2 و 2 على 3 يبقى الاختيار B دي بس A V S V B على V S شوف السؤال اللي بعد الشكل المقابل لمثل محاول كهرابي كفقته 90% يبقى ال I T بتسعين على المية عد لفات الملف الابتدائي ال N B بخمسمائة لفة ويتصل بطرفي الملف السنوي مصباح كهرابي قدرته ال Bauer S 45 يمر فيه طيار يبقى ال I S باربع أمبير وهنا على الرسمة ال V B ال V B بـ 200 فت عايز تغيار الملف الابتدائي تمام نستخدم قانون الكفاءة نقول إيه بقى ال I T بتساوي ال Bauer S على ال Bauer B Bauer B اللي هي إيه IB في V B تمام ال I T دي هي 90 على المية ال Bauer S عندنا بدل ما ندرب I S في V S ونجيبها ما هي عندك ال Bauer S جاهزة 45 و I B عايزين نجيبها و V B بـ 200 تمام يبقى حنجيب ال I B في طرف ال I B في طرف عايز تغيار المتاصل 100 في 45 على 90 في 200 سيطلع معاك الناتج بربح 25 مي لا تبصش في الاخترارات عشان بس يكون إجابتك متأكد منها خليها به 25 مي هتفرق جهد الملف السنوي ال V S هنقول إيه بقى عنتك باور S و I S مش الباور بتساوي I S في V S يبقى ال V S هنقسم ال Bauer هو 5 40 على 4 هيتطلع معاك 11 وربح يبقى هتيجي هنا من غير ما تبص سنوي طيب ما أنا هقول إن ال N S على ال N B بتساوي العكس I B على ال I S ال N S مطلوبة وعدد لفات الملف الابتدائي 500 و I B إحنا جدناها بربح و I S عندنا بكام بربعة يبقى ال N S في طرف هتساوي 500 في ربع على 4 هيتطلع معاك 31 و 25 مي 31 و 25 مي 11 و 14 و 4 يبقى الإجابة جيد السؤال بعد الشكل يمثل محول غير مثال له ملفين سنويين فإذا كانت القدرة مستنفذة في الملف الابتدائي يبقى أنت عندك ال B عبارة عن 100 عند تشغيل ملفين سنوين كانت قدرة الملف الأول B S 1 B S 1 بالسو 40 و كفاءة المحول ال E 75 في المية فعايز قدرة الملف السنوي التاني هنقول أن ال E بتساوي باور S 1 زائد باور S 2 على باور B في 100 أنا هكتب هنا 75 على 100 كتبت المية أنا مش هرجع هكتبها تاني هنا باور S 1 هاعتبر هم لسه يعني خليهم في الآخر باور S 1 زائد باور S 2 على باور هنجيب دول في طرف يبا باور S 1 زائد باور S 2 بالساوي الطرف المتصل 75 في 100 على المية هيطلع 75 طيب لما يكون باور S 1 ب 40 يبا باور S 2 كامل يبا 75 ناقص 40 يبا أنت عندك هنا 35 يعني الاختيار الصحيح هيكون رقام به هنشوف السؤال بعد ويوضح الشكل محاولين مثالين متصلين معا مستخدم البيانات المضاحة فإن القدرة الكهربية المستنفذة في المقامة R1 عايز الباور اللي هنا طيب تعالوا كده أنه يلاحظ أن دول محاولين فكنا بنقول أن V S هنا بتتنقل هنا على أنها VB ده في حالة أن الأسلاك دي تكون مهملة المقامة لكن واضح أن الأسلاك لها مقامة واسمها R1 وعايز القدرة اللي استهلكتها فبالتالي أنا هتعامل إزاي أنا معايا ال V 110 اللي وصل كام 100 يبا هي مش تتنقلت تفي جزء منها كام 10 فولت يبا مين اللي استنفذه بقى يبا الفرق الجهد ده تصرف على المقامة R1 يبا أنا عرفت أن R1 خدت فرق جهد كام قمته الفرق بين دول اللي هو 10 فولت طيب عشان أجيب الباور محتاجة أضرب I في V V عندي I بقى لو أنا جبت طيار الملف ده هو الطيار السلك ده طيب أتعامل إزاي هقول هنا أطبق على المحول التاني ده إن V S على V B هتساوي الطيار العكس I B على I S V S بكام V S بخمسين تمام وال V B بكام بمية وال I B عند هنا محتاجينها و I S ممكن نقسم V S على R خمسين على خمسين فيها الواحد تمام يبقى أنت عندك هنا I B هتساوي خمسين على مية أدي كده خمسة من عشرة يعني نص طيب نيجي بقى هنا نقول إن إحنا عندنا الباور بيساوي I في V I اللي هي نص و V اللي هي عشرة يطلع الناتج خمسة واطع الاختيار الصحيح هيكون ألف هنشوف السؤال رقم 21 في الشكل مقابل قدرة المفقودة عبر خط النقل بيساوي كام واط طبعا المسألة دي فيها معلومات نقصة هنحاول نجيبي الكتاب طبعة السنة اللي باتت هنلاقي نفس السؤال نفس السؤال بس هنلاقي الNS عشرة NB والR هنا بخمسين قوم دي بس البيانات اللي هننقلة الNS هنا عشرة NB والمقاومة دي خمسين قوم تمام تعالوا بقى احنا نحلل المسألة على كده هنيجي هنا هنقول القدرة المفقودة خلال الخط النقل طيب تعالوا الاول نحسب ان احنا عندنا الجهد اللي عنده القدرة عشرة وصربعة بس انا هستخدم محول كهرابي عند المحطة دي المحطة فالمحول ده هيبقى رافع فهنشوف هيرفع الجهد ده ايه هنقول VS على VB بالساوي NS على الNB الVS هنشوف هتبدأ ايه الVB اللي هي عشرة وصربعة هيساوي الNS على الNB مترجعش فاضيه بعشرة على واحد عشرة كده يبقى VS هتبقى عشرة وصفة خمسة يبقى انت رفعت الجهد من عشرة وصربعة لعشرة وصفة خمسة تمام تعالي بقى نجيب طيار المحطة طيار المحطة اللي هيمش فيه الخط هنقسم الباور محطة باور محطة كام عشرة وصفة عشرة وصفة على اللي V المحطة اللي انت بقى بعد ما استخدمت المحاول لرفع الجهد اصبحت بيه اللي هتستخدم عشرة وصفة خمسة هبقى الناتج عشرة طيب ناخد باور مفقود في الاسلاك هيبقى اي تربيع في ار ربع العشرة تبقى مية في الار اللي هي خمسين تبقى خمس تلاف خمس تلاف وط دي خمسة في عشرة وصفة دي القدرة المفقودة طب عايزين الكفاءة كفاءة الخطة اول حاجة هنشوف الباور الواصل الباور الواصل انا عندي الباور الاصلي عشرة قصة ستة ضع مني في الطريق حوالي خمس تلاف تمام طيب اللي هيوصل بقى الباور الواصل هيبقى كم تسعة تسعة خمسة تلت صفار طيب نجيب الكفاءة ازاي نشوف الواصل هنشوف الواصل على الاصلي الاصلي اللي هو عشرة والستة في مية هيطلع تسعة وتسعين ونص في المية يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم بي السؤال بعده يستخدم المحرك الكهربية في تحويل الطاقة ايه انت بتغذيه بمصدر مستمر بتستخدم ه بطارية فبيحول الطاقة الكهربية الى طاقة حركية وبالتالي الاجابة الصحيح في المطور بسبب ايه بسبب الاستوالة المعدنية المشقوكة اللي بتبدل الجزئي الاستوالة بيبدله مكاني هما بالنسبة لفروشيتين كل نصف دورة ده بيترتب عليه ان الطيار هو البيعكس اتجاهه بس المطور بيمشي فيه اتجاه واحد جيبه الاختيار هنا هيكون رقم جي السؤال اللي بعده يوضح الشكل تركيب محرك الكهربية بسيط يستمر الملف A B C D في الدوران من الوضع العمودي بسبب ايه في الوضع العمودي هيدور بسبب الكسور الزياتي فهتب الاجابة اجيب السؤال اللي بعده 25 لزيادة كفاءة المطور يلزم ايه يلزم نقص مساحة وجه الملف لا زيادة عدد الملفات ايوة زيادة عدد الملفات بتزود القدرة وطيب تقسيم الاستوانة المعمل لو زودت عدد الملفات هتتقسم الاستوانة العدد من الاجزاء يبقى به يجيب معا يبقى الاختير الصحيح يبقى ده ده السؤال اللي بعده يوضح الشكل تركيب محرك كهرابي بسيط عند دوران الملف من الوضع الموازي فان مجدول القوة المؤثرة على السلك ايه دي يحصل ايه بص احنا عندنا ضلعين طولينهم والضلع بالعرض القوة اللي بتأثر على ضلعين دول دائما عمودية على السلك وبالتالي تظل قيمة عظمة بتتغير بالاجابة هنا هتبقى السؤال السبعة وعشرين استمرار دوران ملف المحرك الكهرابي في نفس الاتجاه بالرغم المرور بالوضع العمودي على المجاد عشان خاطر الكسور الذات يخلي يتجاوز الموضوع لان القسور الذات الملف يعمل مع تجاوز الوضع العمودي ده صح السؤال تبانية وعشرين استمرار دوران ملف المحرك الكهرابي في اتجاه دوران واحد بسبب ايه قلنا جزائي للصوانة يبدلوا مكانهم بالنسبة للفرشتين كل نصف دورة تبادل التلامس بين نصف للصوانة والفرشتين كل نصف دورة بريد جبابي